احنا زي بكرة ان شاء الله هتبقى 8 سنين عدت على تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي 8 يونيو 8 سنين اسف يبقى كان بكرة 6 يونيو 8 سنين من النجاح او حصاب 8 سنين وليس كشفا للحساب على الاطلاق خالص لانه لو عملنا كشف حساب هنطلق احنا الخسرانين بصراحة لكن هيطلع الرئيس كسبانا تالتهم تالت لانه اللي احنا كنا نتمناه بل واللي احنا كنا بنحلم به حصل اكتر منه وبكتير بل انه ما تمنيناه على الاقل انا موليد 75 اللي تمنيناه انا وجيلي خلال 37 سنة اللي عشناهم قبل 8 سنين كان اقل بكتير جدا من اللي احنا شفناه في 8 سنين دول انا بكلمك بجد والله من قلبي يعني خلوني هنا ارحب بضفن العزيز الكاتب الصحفي جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة اكتوبر منور شكرا لحضرتك يا فندي مسعيد جدا لنا مع حضرتك وانا وكل سادة مشاهدي مشرفنا مشرفنا يا فندي تحب واحنا بنتكلم في عشية التنصيب او في عشية ذكرى 8 سنوات نتكلم من اي منطلق من البداية في 2014 ولا نتكلم بتتويج لعملية ديمقراطية الا وهي الحوار الوطني اللي انا مش بأظنه لكن عندي اعتقد راسخ انه هيكون حوار ناجح بكل ما تحمله الكلمة معنى انت ضيف فانت لك حق الاختيار هذا خيار صعب ولكن بالتأكيد علينا ان نتحدث في البداية عن كيف وصلنا لهذه المرحلة والان نتحدث عن الحوار الوطني مررنا به الكثير من الخطوات وصولا لان نتحدث الان عن الحوار الوطني لان فكرة الحوار الوطني في ظل عدم بناء للدولة وفي ظل ان الدولة كانت في حاجة الى بناء سياسي وبناء امني وبناء اقتصادي وحتى بناء على صعيد القوة النعيمة والقوة الدبلوماسية وغيرها من مكونات القوة الشاملة التي الان نحن نتحدث عنها في الدولة المصرية لم يكن لينجح وبالتالي كان هناك اولويات لدى الدولة المصرية وده اللي ظهر منذ عام 2014 فكرة ترتيب الاولويات والعمل وفق استراتيجية وطنية ترتب احتياجات الوطن وبالتالي رأينا الكادة السياسية المصرية في أولى خطوات العمل تتجي نحو البناء السياسي الاساسي للدولة ترميم مؤسسات الدولة لان يعني الجميع يدرك اننا بعد عام 2013 كانت هناك مؤسسات دولة لديها بعض اطراحول هناك مؤسسات اخرى كانت ضعيفة كانت هناك مؤسسات دولة تحتاج الى عدد بناء وبالتالي عدد بناء مؤسسات الدولة كانت في غاية الاهمية مررنا الى استحققات انتخابية يعني خلينا نقول حراكة احنا نتكلم على سبع استحققات انتخابية في سبع سنوات انتخابات تشرعية انتخابات رئاسية استفتاء على دستور تعديل الدستور اذا كان هناك حراكة ديمقراطي لهذا البناء السياسي مررنا ايضا للمفتاح فكرة الحياة الحزبية تمكين المرأة تمكين الشباب الحوار الشبابي وهذا السلاح الذي كان يظنه او يظنه الاخر انه سلاح ضغط على مش بس مصر على كل دول المنطقة حوالته مصر الى سلاح بناء وتعمير في الداخل المصري فالسيد الرئيس بنى جسور للتواصل مع الشباب المصري ومن ثم هذه الجسور امتدت للعالم واصبح هناك كمان منتدات شباب العالم وايضا منتدات شباب العرب الافريقى وغيرها من مجالات الحوار